في طال التوجه المشترك للشرعية والتحالف لمواجهة تنظيم القاعدة والخلايا الإرهابية في المناطق المحررة قامت قوات أمنية خاصة بتمشيط مناطق تنتشر فيها عناصر التنظيم بأبيان القوات الأمنية الخاصة والمدربة من دولة الإمارات والمعروفة بقوات الحزام الأمني دخلت بحسب مصادر عسكرية مديرية الوضيع في محافظة أبيان بهدف طرد عناصر القاعدة منها نجحت القوات الأمنية بتاكيد مصادر عسكرية في طرد عناصر القاعدة بعد اشتباكات وصفت بالمحدودة وأوضحت تلك المصادر أن مطاردة عناصر التنظيم ما زالت مستمرة العملية الأمنية التي بدأت الأربعاء الماضي تلتها مدهمات أمنية لعناصر القاعدة أسفرت بحسب تصريحات أمنية عن اعتقال سبعة أشخاص وأفادت تلك التصريحات عن فرار قيادات من التنظيم نحو مديريات أخرى مثل المحفد التي تعد واحدة من معاقل تنظيم القاعدة وبالتوازي مع الحملة الأمنية شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على عناصر القاعدة مستهدفة مواقع مهمة في مناطق مختلفة من مديرية الوضيع وأكدت مصادر عسكرية في التحالف سقوط مقاتلة سعودية في مديرية لودر خلال مشاركتها في العمليات العسكرية ضد التنظيم وليست هذه أول مقاتلة للتحالف العربي تتحطم في اليمن بل تعد الثانية خلال أسبوع والثانية عشرة منذ بدء عمليات التحالف العسكرية في اليمن تعد أبيا منطقة استراتيجية تتصل بشبوة والبيضاء ولحجة وعدا والبحر العربي وهو ما يجعل تحريرها من القاعدة مهمة أمنية صعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر